استكمالنا للفصل السادس وصلنا لمرحلة ما بعد الأزمة مرحلة ما بعد الأزمة زي ما حكينا أنه الدول الناجحة التي لا ترمي بتجاربها في سلة النسيان إنما تستفيد منها وتضع خطط مستقبلية للتعامل المستقبلي تنظر إلى إيجابياتها في التعامل مع الأحداث وتبني عليها وتستفيد منها وتنظر إلى إخفاقاتها وسلبياتها وجوانب القصور فيها وتعمل على حلها من أجل المستقبل الواعد للمؤسسة نفسها وفي هذه المرحلة يتم علاج الآثار التي نجمت عن وجود الأزمة من أضرار مادية ومعنوية إعادة البناء لما تم تدميره إعادة ترتيب البيت الداخلي والأوضاع وضع ضوابط أنه ما تتكرر هالأزمات وهالأحداث من ثاني والاستفادة من الدروس والتجارب التي مرت هذه المرحلة لها عدة محاور المحور الأول البناء وإصلاح الأضرار وهذه تعتبر من المراحل الخطيرة جدا وبالغة الصعوبة جدا وتحتاج إلى إمكانيات مادية وموارد بشرية كبيرة جدا حتى يتم معالجة هذه الأضرار تحتاج إلى جانب زمني ليس بالقليل يعتمد على نوع الأزمة وحجم الضرر اللي أدى إلى الأزمة كمان المعالجة هنا وإعادة الإصلاح ليست جانب مادة فقط كذلك الجوانب المعنوية والنفسية لدى الفريق العامل في المؤسس نفسها وكذلك لو كانت الأزمة على مستوى المجتمع ككل وهاي طبعا بتاخد أكثر وقتا وعبئا للتعامل من الأضرار المادية المحور الثاني التقييم ودروس المستفادة وهذا المحور يعني زي ما حكينا بداية هو الاستفادة من التجارب المريرة السابقة والاستفادة نحو وضع خطط وآليات مستقبلية قديش إنه إحنا نمنع من هالأزمات الموجودة أو حتى ممكن يعني زي ما بقولوا الصينيين جي وت يعني إنه زي ما بنحكي إحنا بلغتنا إنه إحنا بنصنع من المحنة منها تحويل المحنة إلى منها ويمكن ذكرت مثال قبل هيك إنه عملوا مؤتمر صحفي في مستشفى الدر للأطفال إنه إحنا بدنا نسكر هالمستشفى ونوقف خدماته بسبب عدم توفر المحروقات والسولار والكهرباء والطاقة البديلة بسبب اللي هو القطاع المتكرر للكهرباء وعدم توفر السولار فكانت هي محنة ولكن في طياتها كانت منحة إنه تم توفير اللي هو كثير من وسائل الطاقة البديلة والمحروقات للمستشفى ومستشفيات أخرى من مستشفيات القطاع وتحولت من أزمة إلى منحة يمكن بنستذكر اليوم قد كانت أوهان يعني بؤرة الوباء الكورونا على مستوى الصين وثم انتشرت إلى العالم لكن هم صنعوا يعني فعلا كانت منحة هي محنة ولكن كانت منحة إنهم في إنه استطاعوا أن يتصنعوا كثير من الأدوات اللي أبهرت العالم استطاعوا أن يسيطروا على هذا المرض في فترة قصيرة في ظل أن العالم عمال يئن ويعاني هم تعافوا كثيرا وبدوا يبعثوا بالدعم والإمدادات إلى كثير من الدول أيضا من محاور ما بعد الأزمة إجراء الدراسات والبحوث يعني دائما بتكون في أزمة بيكون في مشكلة بيكون في بلاء وباء جائحة بيكون في كم كبير من المعلومات اللي تعتبر هي يعني ينبوع لا ينضم زي ما حكينا قبل هيك من خصائص المعلومة اللي تعتبر كنز ثمين للباحثين والمهتمين بهاي المجالات فبتفتح عندهم مجال لعمل أبحاث كثيرة بتساعد في الدعم المادي في الدعم المعنوي في التصنيع في إيجاد حلول وبدائل للمشكلات القائمة ويمكن اليوم العالم كله والمؤسسات الدولية الكبيرة والمؤسسات الداعمة في القطاع الصحي بتدعم أبحاث بملايين ومليارات الدولارات وصولا إلى علاج وصولا إلى مسببات هذا الفيروس كيف حدث كيف صار فيروس كورونا وصولا إلى وجود تطعيم وما إلى ذلك فهي تعتبر من الفوائد اللي هي ما بعد الأزمة من ضمن المحاول التعامل معها النقطة الأخيرة من المحاور في التعامل مع بعض الأزمة وضع الضوابط لعدم تكرار الأزمة ولما نحكي تكرار هذا يدلل على أنه تكررت الأزمة نفسها أو شبيهها بيها وهذا يدلل على فشل إداري للمؤسسة نفسها وهذا يدلل على عدم استفادتها من تجاربها السابقة ووضع ضوابط لعدم تكرار مثل هذه الأزمة لهيك من المراحل أو من النقطة الأخيرة في مرحلة ما بعد الأزمة أنه يجب ألا تتكرر الأزمة بالمطلق هذا دليل نجاح ولكن دليل الفشل هو التكرار من الأمثلة العملية اللي تعتبر أحد الأزمات اللي عاشتها شركة كبيرة اسمها جونسون أند جونسون جرس شركة أمريكية سنة 82 كان فيه علاج مستيلي نو للعلاج هذا مسكن للألام ومخفض حرارة كان يبين تشرب نسب كبير جدا في أسواق الأمريكية وحوالي 20% من ربح جونسون أند جونسون الشركة كان من وراء العلاج التيلنور مرة واحدة صارت سبع وفيات في ولاية أمريكية وصلت الإعلام عليها بشكل كبير وكانت أمر خطير جدا بالنسبة لهم على السريع تم تشكيل فريق لإدارة الأزمة الفريق كان من المدير العام من رئيس الشركة والمدير العام وخمس مدراء فاعلين ضمن الشركة نفسها وكان هدفهم طبعا اللي هو يعني وقف الخسائر البشرية اللي ممكن تكون وإنقاذ سمعة الشركة مباشرة اتخذوا إجراء لإحتواء الأزمة وقفوا الإعلان عن المنتج حتى الناس ما تشتري لأنه مش الكل ممكن يكون سامع عن الوفيات وقفوا إنتاج التايلينول نفسه سحبوا حوالي 31 مليون عبوة كانت موجودة بالصيدليات يعني نسبة كبيرة جدا بعد هيك قاموا بإجراء عملي أنه بدوا يفحصوا في عينات خليني أقول كنترول سامبل عينات ضابطة أخذوا عينات عشوائية راندوم سامبل أخذوا عينات عشوائية وفحصوا عدد من العبوات الموجود فيها العلاج وجدوا فقط في ثمان زجاجات حوالي عدد يعني خمسة وسبعين كابسولة موجود فيها السم وكان السم هذا يعني موضوع بالعمد يعني بفعل فاعل من أجل التأثير على سمعة المؤسسة الشركة قامت بإعلان واجهت في الجمهور وضعته في صورة الحدث اللي موجود نزلت مكافأة مئة ألف دولار لأي واحد بدل عن الشخص اللي كان سبب في هذا الجريم اللي صارت بدوا نفس الشركة بكل جرأة أنه تحذر المجتمع الأمريكي من عدم شراء هذا العلاج وضعت غرفة عمليات وهذا اللي كنا بنقول عنه يعني العيش مع العيش مع الحدث من المسؤوليين على مدار الساعة تستقبل الاتصالات وترد على المواطنين العمالي بيسألوا باستمرار ما غابت عن المشهد عينت أشخاص متحدثين رسميين باسم الشركة على مستوى الولايات الأمريكية للتحدث بشكل واضح عن الأزمة ومآلات الأزمة ولا إيش أثرت وإش الأسباب وكانت تحكي بوضوح عن هذا الأمر الشركة يعني بدت بعد هيك وضعت استراتيجية جديدة إنه في عملية التغليف إنه ما يسمح بفتح العبوة إلا مرة واحدة يعني بتصير باين إنه هاي انفتحت قبل هيك من خلال سيلنج معين يعني طريقة حاجبة لينفتح لينفتح إلا غير مرة واحدة ويتبين للمواطن إذا كان فتح تم فتحها مسبقا وعممت هذا الموضوع بشكل إعلامي كبير وركزت عليه طلع بعد هيك يعني عملوا حملة إعلامية كلفتهم حوالي 2 مليون دولار على يعني دعاية وإعلان على منتج نفس المنتج ولكن بالشكل الجديد والإمكانيات اللي ما بتسمح إنه حدا ممكن يفتح العلبة ويحط فيها أي شغلات تؤثر أو سموم أو ما تسمح بالغش وبقولوا أنه يعني بعد سنة أو أقل استطاعت هاي الشركة جونسون أن جونسون من تجاوز الأزمة واستعادت نشاطها واستعادت إمكانياتها ووجودها بتكلفة يعني وصلت حوالي 100 مليون دولار من خلال سحب المنتج والتخلص منه وإنتاج منتج جديد بتغليف وشكل جديد والدعاية والإعلام وكذا لكن استطاعت أنه يعني أن تعيد أو تستعيد نشاطها وإمكانياتها وقدرتها في السوق ويقولوا أنه استطاع بعد هيك العلاج نفسه بعدها الحملة اللي قامت فيها الشركة ونجحت فيها استعادت حوالي 80% من حصتها في السوق طبعا كانت عبارة عن منافسة غير شريفة من شركات دوائية منافسة حتى تسيطر على هذا المنتج لكن برغم الأزمة اللي صارت وخلال فترة وجيزة جدا ولأنه كان فيه وضوح وشفافية وكان فيه إعلام يصل إلى كل المواطن اللي ممكن يستفيد من هذه الطايلينول أو العلاج وصل لهم بشكل واضح وبشفافية استطاع أنه يسيطر هذا المنتج خلال فترة وجيزة على 80% من الأسواق الأمريكية برغم الأزمة اللي صارت بهيك احنا بنكون أنهينا الفصل السادس من إدارة الأزمة تحدثنا فيه على نموذج عملي للتعامل مع الأزمة والخطوات العملية للتعامل معها في مرحلة ما قبل ومرحلة أثناء التعامل ومرحلة ما بعد كدروس مستفادة وضربنا مثال على شركة جونسون آن جونسون في علاج الطايلينول في كيف تعاملت مع الأزمة بشكل واضح الشركة وكيف استطاعت أن تتجاوز المحنة وصنعت منها المحنة زي ما بقولوا جت توي 80% من السوق في مخفض الحرارة العلاج امتبعها إن شاء الله نستكمل في اللقاء القادم الفصل السابع في Crisis by Management أو ما يسمى الإدارة بالأزمة والسلام عليكم